اشتركوا في القناة اليوم نتكلم عن الثدييات بصفة عامة الثدييات هي مجموعة واسعة من الكائنات الحية التي تتميز بوجود غدد الثدي التي تنتج الحليب لتغذية صغارها تشمل هذه المجموعة الضخمة الثدييات البحرية والبرية والإنسان يعتبر جزءا من هذه التصنيفات يقدر عدد الثدييات بحوالى خمس وخمسمائة نوع وتشكل نسبة صغيرة من التنوع البيولوجي بين الكائنات الحية على وجه الأرض حيث تمثل حوالي واحد من عشرة بالمئة فقط من إجمالي الأنواع المعروفة تتميز الثدييات بمجموعة من السمات المميزة مثل أولاً الغدد الثديية تتواجد عند الإناث وتقوم بإنتاج الحليب لتغذية الصغار تختلف حجم وشكل الثدييات وفقاً لنوعها وبيئتها ثانياً الشعر يوجد لدى الثدييات شعر على جسمها وقد يكون له دور في العزل الحراري أو الحماية ثالثاً الدماغ الكبير تتميز الثدييات بأنها تمتلك أحجام دماغ كبيرة نسبياً مقارنة بحجمها الجسدي مما يرتبط بالقدرات الذهنية المتقدمة رابعاً التكاثر يتميز تكاثر الثدييات بوجود أجنة تتطور داخل أرحام الإناث وتمر بمراحل مختلفة من النمو ويختلف وقت الحمل بين الفصائل لخامساً الغدد العرقية والزهرية يمتلك العديد من الثدييات غدداً عرقية وزهرية تساهم في تحديد الرائحة والاتصال بين الأفراد تتنوع الثدييات فيوجد أولاً الثدييات البحرية تشمل الثدييات البحرية الحيتان والدلافين والفقمات وتكون متكيفة جيداً للحياة في البيئة المائية الثدييات البرية التي تعيش على اليابسة تشمل مجموعة متنوعة من الحيوانات مثل الفأر والأيل والقردة والإنسان بالطبع تتنوع الثدييات في حجمها وشكلها وسلوكها فالبرغم من قلة نواعها إلا أنها تشكل جزءاً كبيراً ومهماً أو الأكثر أهمية من التنوع البيولوجي في العالم الطبيعي وهل أكثر تأثيراً على الكوكب؟ ترجمة نانسي قنقر